اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما تم دراسته في سنوات الدبلوم عندنا وبالتالي يكون عندك اساس بتبني عليه او بتشتغل فيه في الجانب العملي ان شاء الله باذن الله فيما بعد التخرق طيب المادة كمادة والمساحة وما اهمية المساحة المساحة هو اهم جزء موجود في المشروع والمساح هو اهم احد الاشخاص اللي موجودين في المشروع لان هو الاساس في بداية المشروع الف به بداية مشروع هو المساح ليه لان طبعا بيكون عندي نقاط ربط ونقاط ارتفاع ونقاط انخفاض هو المساح اللي بيحدد جميع ما هو من نقاط ارتفاع او انخفاض ونقاط الارتباط بداية مشروع ونهية مشروع فين حد طريق فين حدود مبنى فين الارتفاعات هتكون ازاي كل ده شغل بيكون شغل المساح طبيعة الطربة ارتفاع انخفاض هيحط هنا يشيل من هنا وبالتالي هو مقطة البداية والاساس اللي موجودة عندي طيب انا في الصف الثاني هكون دراستي عبارة عن ايه؟ دراستي في الصف الثاني طبعا اغلبها بتكون عن الخرائط وتشخيص الخطوط وانواع العدد والادوات المستخدمة في الاعمال المساحية النهاردة باذن الله ان شاء الله مع بعض هنتناول مادة المساحة درس المساحة المستوي هنتكلم فيه عن ما هو ده العناصر بتاعتنا النهاردة واليوم بتاعنا هيكون بدي ازاي وهيمشي ازاي لازم يكون محدد ونكون عندنا اجندة له عشان نكون عارفين هنبدأ ازاي وننتيه فين مادة المساحة التعريف بتاعها بعد كده بإذن الله نتكلم عن الخرائط وانواع الخرائط المساحية وكل خريطة لها حاجة النهاردة اسمها مقياس الرسم هنعرف مقياس الرسم ومقياس الرسم طبعا لكل خريطة بيختلف من خريطة الى اخرى كل حاجة وليها مقياس الرسم خاص بيها مقياس الرسم مش بس عندي في مادة المساحة لو نفتكر او انت طبعا اكيد تعرضت لده في مادة الرسم مقياس الرسم مهم جدا جدا عشان اقدر ان انا اصغر مقاس كبير موجود عندي على الطبيعة بالمت اقدر اخليه بالسنطي موجود عندي على لوحة الرسم او في الخريطة عندي بما اني بتكلم في مادة المساحة بعد كده ان شاء الله هعمل عمليات التحويل ازاي اقدر احول من انطار الى سنتيمترات ومن كيلو متر الى متر ومن فدان الى قراط والقراط الى سهم ومسا وهكذا يبقى عندي عملية كلها اغلبة في الجانب العملية هتكون شق حسابات يعني هنشتغل باذن الله مع بعض مادة المساحة وهنغوص فيها مع بعض كده ونطلع من لاقيها ونستفيد عايزين مع بعض باذن الله نجهز وراء وقلم متسبناش نتابع الدرس نجهز ونكتب مع بعض والعناصر بتاعتنا احنا قلناها في الاول ولكن هنبدأ عنصر عنصر وكل ما هنخلص موضوع او عنوان درس من درسنا او عنصر من عناصرنا هنأكد عليه ونراجع عليه ونقول احنا بدأنا ايه وخلصنا ايه وايه الملقص بتاعه ان شاء الله باذن الله النهاردة او البداية بتاعتنا هتكون عن تعريف مادة المساحة وما هي مادة المساحة او ما هي المساحة عموما وفيما تستخدم نروح مع بعض كده للشريح بتاعتنا واللسليط ونشوف ايه اللي موجود معنا تعريف علم المساحة بيقول لي هو علم وفن يبحث في الطرق المختلفة لقياس الابعاد اللازمة لرسم الخراء تاني هو علم وفن مهمته يبحث في الطرق المختلفة لقياس الابعاد اللازمة لرسم الخراء طيب نوضح دي مع بعض كده ونقول ان مادة المساحة كمادة كمساحة بتعتمد في الاساس وشق الاساس فيها هو هيكون على رسم الخراء وازاي ان انا استخدم رسم الخرائط ومقييس الراسم يبقى الاساس عندي هيكون في الشغل بتاعي هيكون رسم الخرائط وإيجاد طرق بديلة لمقياس الرسم وازاي ان احنا هنشتغل في رسم الخرائط ان شاء الله مع بعض طيب عندي اقسام المساحة وهتنقسم لإيه لان طبعا انا عندي المساحة المساحة المستوية بتنقسم الى مجموعة من الخرائط تمام كده عندي في في الخرائط خرائط المستوى او خرائط بنسميها عندنا خرائط كيديسترال وخرائط طوبغرافية وخرائط اللي هي المدن والقراء عايزين نتكلم مع بعض ونشوف ونقول ان مادة او الخرائط الطوبغرافية بتستخدم بترسم بمقاس رسم صغير جدا صغير جدا ازاي مش صغير في المقاس اللي هو الرقم بتاعه اللي بيبان على الخريطة لا ولكن بيكون صغير في مقاس الرسم اللي موجود عندي على الورق بمعنى اننا لما بشتغل بها وده بتستخدم طبعا ليه في المدن وفي الخرائط طبعا وفي الخرائط الكبيرة جدا اللي بتحتاج مقاس رسم كبير وده بيصل الى متين وخمسين الف سنتيمتر لكل متر لكل سنتي يعني المتين وخمسين الف سنتي عندي برة بيكون عندي هنا على الرسم بيكون بواحد سنت في مقاس الرسم لازم اكون عارف ان مقاس الرسم كل مكان بيكبر في المقاس بتاعه كل مكان بيبقى صغير عندي على الخريط يعني نوضح كده مع بعض بالورق والقلم بنقول هنا لو عندي مقاس رسم واحد الى عشرة ده معناه ايه معناه ان كل عشرة كل عشرة سنتي في الطبيعة بيوازيها واحد سنتي فين على الرسم طيب وده طبعا ده مقاس رسم بيكون على الخريطة احنا بنسميه مقاس كبير يعني ده بيبان اكبر بيكون اوضح تمام كده وعندي بعد كده مقاس رسم تاني لو انا بسلا كل ما بيكبر معاها المقاس مقاس رسم واحد الى اشرتين ده معناه ان المقاس ده كل عشرة سنتي على الطبيعة بيوازيهم على الخريطة واحد سنتي فين على الرسم طبعا الخرائط زي ما انا قلت لحدرتك كده الخرائط بترسم بمقاس رسم كبير جدا وبالتالي وبالتالي هيكون المقاس الرسم بتاعها اكبر اكبر من ده طبعا وحنشوف كده مع بعض يعني مثلا واحد مقاس رسم خراية التبغرافية واحد إلى خمسة وعشرين الف يعني ايه بقى يعني كل خمسة مئتين وخمسين سنتيمتر كل مئتين وخمسين سنتيمتر بيوزيهم واحد سنتين على الخريطة على مقياس رسم الخريطة وبالتالي كلما زاد مقياس الرسم كلما زاد مقياس الرسم بيكبر معايا كلما قال مساحته فين على الخريطة تكلمنا عن الخريطة ومقياس رسم الخريطة التوبغرافية وقلنا أنه كلما كان مقياس الرسم أكبر كلما كان على الخريطة بيكون مساحته أصغر طيب ونشوف مع بعض كده أنواع الخرائط المساحية ونوضحها تاني بشكل أوضح شوية بنقول أنا عندي هنا تأسيمة هيا بتقولي أنواع الخرائط المساحية الجودسية والمستوية ده معناها أن الخرائط المساحية عندي إن شاء الله بتكون منقسمة إلى شقين خرائط جودسية وده الأساس وخرائط مساحية مستوية وهي الخرائط المستوية دي اللي نشتغل إن شاء الله عليه طيب أنواع الخرائط المساحية المساحة الجودسية بيتم استخدامها في إيه؟ تعمل هذه المساحة يعني المساحة الجودسية التي تستخدم للمسطحات الكبيرة مثل القرات والدول ودي طبعا قلناها من شوية مع الأخذ فيه الاعتبار كروية الأرض ودي لازم نوضحها وتكون ذات مقاس رسم صغير طبعا مقاس الرسم احنا تكلمنا عليه برضو وقلنا إن احنا كل مكان مقاس الرسم كبير اللي هو الرقم واحد إلى الرقم الثاني ده كل مكان كبير كل مكان مقاس الرسم على الخريطة أصغر طيب يقول لي بتستخدم وتعمل ليه؟ المسطحات الكبيرة كالقرات والدول مع الأخذ في الاعتبار كروية الأرض ليه بقى كروية الأرض؟ لأن طبعا زي ما قلنا إن هي بيتم استعمالها ليه المساحات الكبيرة جدا زي القرات والدول فلازم هنا ما يهملش كروية الأرض ليه بقى؟ لأن كل ملة هيبقى موجودة على الخريطة هو عندها هيكون أساس موجود في الرسم أو كل ملة هيكون موجودة عندي في كروية الأرض لازم يكون موضح عندي ولوه وجود على الخريطة بتاعته وهنا بالتالي في الخريطة اليودسية لابد أن لا تهمل كروية الأرض بيعمل حساب أن الأرض كروية وكل ملة فيها هيكون موجودة عندي على الخريطة ويتم حساب لأنها تجيلي بعد كده في خريطة تانية وهنشوفها كمان شوية هيقول لي مع إهمال كروية الأرض ليه؟ لأنها يكون مكسر رسم بتاعها أكبر شوية وأوضح وبالتالي هيعتبر فيها أن الأرض مستوية مستوية يعني الكروية عنده مش هتكون ذات أهمية ولكن مع كلما قل مكسر رسم وصغر وكان على الخريطة أصغر وأدق كل مكان كروية الأرض كل من اللي فيها هيكون له أهمية عندي واضح ولازم يكون موجود طيب نشوف مع بعضك هنا هنا يبقى الخرائط المسيحية الجرسية بتعمل ولازم عشان بعد كده هنفرق بينهم بإذن الله في التمرين بتاعتنا بيقول لي بتعمل للمسطحات الكبيرة كالدول والقارات مع الأخذ في الاعتبار كروية الأرض وبتكون ذات مكسر رسم صغير وتكلمنا عن مكسر الرسم بعد كده الخرائط المسيحية المستوية الخرائط المستوية دي بتعمل للمسطحات الصغيرة يبقى كده أنا عرفت الفرق ما بين الاتنين المساحة الجيودسية بيتم استخدامها في المسطحات الكبيرة كالقارات والدول أما المساحة المستوية بيتم استخدامها أو استعمالها للمسطحات النهيل الصغيرة فوق في الجيودسية بيتم اعتبار أو بالأخذ في الاعتبار كروية الأرض أما في المستوية مع إهمال كروية الأرض أي أنه يعتبر الأرض مستوي يبقى الفرق ما بين الاتنين عشان ممكن أقولك فرق ما هو الفرق أو أذكر الفرق ما بين المساحة الجيدوسية والمساحة المستوي فهتقول لي أن المساحة الجيدوسية بتستخدم لقارات والدول مع الأخذ في الاعتبار كروية الأرض أما المساحة المستوية بتتم أو بتستخدم للمسطحات الصغرى مع إهمال كرويت الأرض واعتبر الأرض مستوية حتى هي من إسمها المساحة المستوية طيب بعد كده عندي هنا شكل بيقولي التقسيمات بتاعته بيوضحها الخرائط المستوية دي بتنقسم لمجموعة من الخرائط واحد زي ما قلنا في أول حالة طوبغرافية وخرائط المدن يبقى واحد خرائط طوبغرافية اثنين خرائط المدن ثلاثة خرائط الأرياف وتسمى فك الزمام يبقى أنا كده عرفت عندي أن الخرائط المستوية بتنقسم إلى خرائط طوبغرافية خرائط الأرياف وتسمى فك الزمام خرائط المدن الخرائط التفصيلية ودي بيطلق عليها اسم الكيدسترا يبقى الخرائط المستوية أربع أنواع من الخرائط وحنتكلم عليها بشكل من الاستفادة دلوقتي ونشوفها مع بعض تنقسم الخرائط المستوية إلى الخرائط الطوبغرافية وهي خرائط للمحافظات والمراكز والقرى وما يحتويه من جبال وأنهار وخرائطها ذات مقاس رسم متوسط وأحياناً تظهر على هذه الخرائط خطوط حمراء تسمى خطوط الكنتور استخدامها أو الهدف منها هو بيان الارتفاع والانقفاض يبقى الخرائط الطوبغرافية دي يا شباب بتستخدم لتوضيح المحافظات أنا باستخدمها في رسم المحافظات والمراكز وبكون مقاس الرسم بتاعها متوسط في الاستخدام بتاعه الرقم بتاعه بيكون متوسط بيكون رقم كبير أو صغير وبتستخدم أو بتوضع عندي الطرع والأنهار وكل المعالم الطبيعية الموجودة عندي والصناعية كذلك اللي موجودة عندي في المدينة أو المركز وزي ما قلت بيكون مقاس الرسم بتاعها مقاس صغير طيب هي أنا باستخدمها في ايه أو احنا بلاقيها فين دي دايما يا شباب لما يكون عندي مشكلة في المدن أو نشوف كمان شوية برضو تستخدم في ايه كون عندي مشكلة أو بابني بيت أو عايز أعرف منطقة أو حدود منطقة لازم راح أجيب اسمها خريطة ايه بقى خريطة طوبغرافية بجيبها منين بجيبها من المجلس المحلي اللي موجود فيه أو مجلس المدينة اللي موجود فيه المركز بتاعي بلاقي حاجة اسمها خريطة طوبغرافية الخريطة طوبغرافية دي خرائط تفصيلية أو موضحة للمدن والمراكز بتستخدم لتوضيح ما تحتوي عليها هذه المدن من أنهار ومعالم طبيعية أو طرع أو ما شابه وصناعية كذلك نشوف بعد كده الخريط التاني أو النوع التاني من الخريط النوع التاني بيقول لي الخريط التفصيلية وتسمى الكيدسترال ومن اسمها كده شباب خرائط تفصيلي يبقى هي تستخدم لتوضيح الخريطة السابقة لها كانت الخريطة التوبغرافية الخريطة التوبغرافية دي كانت بترسم بمقاس رسم صغير جدا ودقيق وبالتالي الواحد سنطي أو المل فيها يساوي في الطبيعة مثلا نقول 20 متر أو ما شابه لكن الخريطة الكيدسترال أو التفصيلية بتوضح الخريطة التوبغرافية بتوضح ما أتت به الخريطة التوبغرافية هي أكثر بيان من الخريطة التوبغرافية فبيقول لي هي خرائط توضحية تفصيلية للخرائط التوبغرافية مهمتها إيه؟ بيان ما تحتويه من حدود وملكيات أو ملكيات لمباني وطرق ومباني وخرائط ذات مقاس رسم كبير بس الخرائط التفصيلية دي بتنقسم إيلا لها أقسان أنا عارف أن الخريطة الكيدسترال أو التفصيلية مهمتها توضيح الخرائط اللي إيه؟ التوبغرافية وبيكون طبعا أكيد مقاس رسمها بيكون أكبر من الخريطة التوبغرافية وبتوضح أو هي بتوضح إيه؟ في الخريطة التوبغرافية بتوضح حدود وملكيات المباني والطرق والخرائط طيب نقول بعد كده بتنقسم إيلا الكيدسترال دي بتنقسم إيلا خرائط المدن ومن اسمها طبعا أن هي أكيد ستبقى خريطة بتوضح المدن بتاعتي ماشي؟ وهي تبين حدود المباني والشوارع والأراضي الفضاء والأراضي البناء يبقى خرائط المدن خرائط التفصيلية أو الكيدسترال بتنقسم إيلا واحد خرائط المدن وخلي بالك أن خرائط التفصيلية زي ما قلنا والكيدسترال مهمتها توضيح الخرائط الهين التوبغرافية لأنها أوضح في مقياس الرأس أو أكبر في مقياس الرأس بتنقسم إلى خرائط أكثر توضيحا واحد الخرائط المدن أو خرائط المدن وهي مهمتها تبيين أو تبين أو توضح حدود المباني والشوارع والأراضي الفضاء وأراضي البناء وكذلك برضو خرائط الأرياف وتسمى فك الزمام فك الزمام أو الخريطة دي بتستخدم في إيه؟ الخريطة دي بتستخدم في توضيح حدود الملكيات الزراعية ومناطق السكن يبقى تاني كده ملخص ونقول الخرائط المساحية بتنقسم إلى الخريطة التفصيلية الخريطة التفصيلية دي بتقال عليها خريطة إيه؟ كيدستراء اسمها الكيدستراء بتنقسم إلى نوعين من الخرائط خرائط المدن وخرائط الأرياف خرائط المدن مهمتها لنها بتوضح أو أكيد بيكون مقياس الرسمي بتاعها أكبر فبتوضح ما تحتوي عليها الخريطة إيه؟ الكيدستراء لأنها يكون مقياس الرسمي أكبر فبتوضح الحدود من مباني وملكيات ومشابه واسمها خرائط المدن وبيطلق عليها طبعا الارياف او المزرعين بيسموها خريطة فك الزمام فك الزمام ليه من اسمها كده ان هي بتستخدم في فصل الاراضي والحدود والملكيات لما يكون عندي مشكلة بين واحد وجاره في الارض الزراعية بتاعته بتستخدم او انا بلجأ بقى ليه الوحدة المحلية اللي موجودة عندي او مجلس المدينة بقول له انا عايز الخريطة بتاعتي بسمع الاسم الدارج يقول لي الخريطة انا عايز انا راح اجيب الخريطة توضح لي حدود ملكي من ملك جاري طيب دي العملي دي كلها اسمع عملية فك الزمام مين هيفصل ما بينه وبينه خريطة اسمها خرايط الارياف اللي هي بتكون اكثر توضيحا او بتسلط الضوء زي بالزبط ما بعمل اسبط على حاجة معينة عشان اكبرها هي الخريطة او خرايط الارياف بتكون عندي بمسابة الاسبط ده بتوضح بتكون اكثر توضيحا للاراضي والمناطق الزراعية اللي موجودة عندي فيه الارياف وبيطلق عليها خرايط فك الزمام تاني وملخص يبقى خرايط الكتسترال تنقسم الى خرايط المدن وخرايط الارياف نشوف مع بعض ونكمل استعمالات الخرايط التفصيلية تحديد ملكيات الاراضي الزراعية والعقارية تحديد الضرائب المستحقة على الاملاك والاراضي تقسيم الاراضي والملكيات وتعدلها تعتبر اساس بيع وشراء الاراضي تستخدم فيه المنازعات القضائية التخطيط النهائي للمشروعات يبقى نوضح مع بعض الخرايط التفصيلية دي مهمتها اللي اكثر تفصيلا اللي بترسم بمقاس رسم كبير زي ما قلنا شباب واحد مهمتها تحديد ملكيات الارض الزراعية والعقارية زي ما انا قلت من شواء لما يكون فيه مشكلة بينه بين جاري او انا بشتري ارض وعايز حدودها اعرف فين طولها وفين عرضها فين بدايتها وفين نهايتها اللي هتفصيلي هتكون الخرايط الانهين التفصيلية اتنين ده مهم جدا عشان ممكن اجيبلك في الامتحان اذكر استعمالات الخرايط التفصيلية او فيما تستخدم الخرايط الانهين التفصيلية فانت هتقول لي واحد تحديد ملكيات الاراضي الزراعية والعقارية اتنين تحديد الضرائب المستحقة على الاملاك والاراضي اه طبعا نوضحها ازاي دي اننا ما بيكون عندي مين هيقول لي ان محمد او احمد او سين او صاد من الناس يمتلك فدان ارض او لأ ده هو له مصف اراد باس او لصف الدان باس او مين له كزا الخريطة التفصيلية يبقى مهمتها هي هتحدد قيمة الضرائب اللي موجودة ليل انها هتقول لي انه فلان بيمتلك قد كده من الارض في الخرايط الانهين الخرايط اللي هي التفصيلية نشوف مع بعض كذلك ايضا بتستخدم في تقسيم الاراضي والملكيات وتعديلة لما يكون طبعا عندي قطعة ارض كبيرة ومحتاج ان انا فصلها اقسمها عشان هتتباع مثلا كل حد يشتري اراضي او ما شابه يبقى انا بستخدم الخرايط الانهين التفصيلية تعتبر كاساس في البيئة والشراء اه طبعا ان هي اللي هتفصل الحدود والملكيات ما بينه وبين مين الجار بتاعك كذلك تستخدم في فض المنازعات لما يكون برضو في مشكلة زي ما قلت في بادئ الحلقة مشكلة بينه وبين جاري مين اللي هيفصل ما بيننا الخرايط التفصيلية اللي هتوضح حد ارضي من حد ارض جاري بعد كده التخطيط النهائي للمشروعات وده طبعا بتستخدم عشان لما يكون عندي مشروع هابدأو بتستخدم الخرايط التفصيلية اللي بتقول لي بداية المشروع بتاعك او المنطقة اللي هتشتغل فيها بدايتها كذا ونهيتها كذا طيب يبقى انا كده عرفت استعمالات الخرايط التفصيلية مقاس رسم خرايط طبعا المساحية زي ما قلت في بداية الحلقة الخرايط المساحية والجودسية بيكون مقاس رسمها زي مقاس رسم صغير جدا خلي بالك شوف بيتراوح من واحد الى خمسين الف من واحد لخمسين الف كل خمسين الف سنطي بيساوي على الرسم واحد سنطي تمام كده الى بتصل الى اتنين مليون واحد لاثنين مليون تمام كده عشان انا بقولك ان مقاس رسمها صغير يشوف خلي بالك ان الرقم ده كبير وده اللي قلته في البداية كل ما الرقم ده كان كبير خلي بالك ان ده واحد سنطي ده مقاس الرسم اللي موجود على الخرايط يعني ده واحد سنطي اللي موجود على الخرايط اما التاني ده المقاس الرسم اللي موجود على الطبيعة فشوف كل مكان المقاس ده اكبر كل مكان اصغر على الخرايط شوف هنا يعني الخريطة اللي هي الجدوسية بتصل في بعض المناطق الواحد الى اتنين مليون طيب بعد كده طبعا دي بتكون ادق الخرائط اللي موجودة عندي اللي هي الخرائط الانهين الجدوسية بعد كده مقاس رسم الخرائط الطبغرافية اللي انا قلتها تاني بتكون ذات مقاس رسمه متوسط وتراوح بين واحد الى مئتين وخمسين الف تمام كده ومن واحد الى مليون يعني شوف بتصل معايا من مئتين وخمسين الف لمليون طيب يبقى هي مقاس الرسم بتاعها مقاس ايه صغير او متوسط بعد كده مقاس رسم خرائط المدن بيكون من واحد لخمسمية الى واحد الى الف مش ملاحظين حاجة ان كل ما كان الرقم ده صغير اهو زي ما قلت بيكون اكثر توضيع لان دي كانت خرائط ايه زي ما قلت في بداية الحالة خرائط ها تفصيلية ولكن مقاس الرسم بتاعها مقاس رسم ايه متوسط اصغر او اقل من المقاس الاولان بتاع خريطة ايه الجدوسي مقاس رسم خرائط المدن انا قلت انها بتكون اكثر توضيع لانها يجيلك بعد كده خرائط ايه الارياف هتلاقي المقاس ده اقل كمان يبقى واحد لخمسمية من واحد لخمسمية الى واحد الى مي تمام كده بعد كده مقاس رسم الارياف اكيد هيكون ايه اكبر شوف بيقول ايه بتكون من واحد الى متين وخمسين او الفين وخمسمائة سنتي كل الفين وخمسمائة سنتي متر بيسويهم على الخريطة واحد سنت كل واحد سنتي موجود على الخريطة يسويه في الطبيعة الفين وخمسمائة سنتي متر يبقى كل الفين وخمسمائة سنتي متر اقسهم على الشريط بتاعه تمام كده او بالبلد كده ميتين وخمسين متر كل متر كل خمسة وعشرين متر يسويهم واحد سنتي كل خمسة وعشرين متر موجود على الطبيعة يسويه كم واحد واحد سنتي على الخريطة يبقى انا لو جيت كل خمسة وعشرين متر شوف لو انا عندي قطعة ارض طولها طولها هنقول 100 متر يبقى هم دول لو بمقاس الرسم على الخريطة اللي هي خريطة الارياف هيكون عندي بكم سنطي السنطي عندي بكام شباب ب25 متر طيب لو هو 100 متر عندي موجود هيساوي كم سنطي على الخريطة يساوي 4 تمام كدا يبقى 25 متر اللي هو 250 250 2500 سنطي متر على الطبيعة بيساوي 1 سنطي على الخريطة اللي هم 250 ايه 25 متر يساوي نفس لما اجي حولهم من سنط إلى متر 25 متر يساوي 1 سنط على الخريط نشوف بعد كده قياسات طولية ومساحات مهم الزراع البلدي طبعا لان الحاجات دي اكيد انت هتسمعها وهتقابل معاك ان شاء الله في الشغل كتير جدا وفي الدراسة بتاعتي الزراع البلدي 58 من 100 وخلي بالك ان طبعا علامة 58 دي 58 من 100 متر يعني 58 سنط يبقى الزراع البلدي 58 من 100 متر او لو انت هتحوله بالسنط يبقى 58 ايه سنط فلازم اكون عارف ان الزراع بيساوي 58 سنط متر الزراع المعماري بيساوي 75 من 100 متر تمام كده يعني 75 سنط متر القصبة والقصبة دي مقياس دارج وشاع وهتستخدمه كتير جدا وهتسمعه بيساوي 3 متر و 55 سنط يبقى 3 متر و 55 سنط ده طول الايه القصب عرفت كده القياسات الطولية والمساحية اللي عندي عندي واحد كيلو طبعا الواحد كيلو بيساوي 1000 متر واحد كيلو متر يساوي 1000 متر ليه انا باستخدم القياسات دي او ليه انا بوضحها لك بوضحها عشان بعد كده ان شاء الله هتيجي عملية التحويل وهستخدم الحاجات دي في الدروس بتاعتي الجاية وكمان انا باستخدمها في المجال العملي بتاع لان زراع البلدي هيقابلني وممكن اكون بيس قطعة ارض واتعرض لموضوع القصبة واستخدمها وحب ان انا استخدمها او تكون موجودة عندي فلازم اكون ملم ويكون عارف ان القصبة عندي طولها يساوي 3 متر وكم وخمسة وخمسين طب الكيلو متر طبعا وده درسنا قبل كده وعارفينه اكيد من ابتداء وعدادي يساوي 1000 متر بعد كده عندي قياسات مسحية ده كده قياسات طولية القياسات المسحية بيقول لي ان الواحد متر مربع يساوي 10,000 سنتيمتر مربع تاني الواحد متر متر في متر يعني ما جاء ارسم كده لو هنشوف مع بعضها شباب كده كده هون عندي قطعة ارض او جزء واحد متر في واحد متر الواحد متر واحد متر في واحد متر المتر بيساوي كام سنتيمتر بيساوي كام بيساوي 100 طيب لما جاء ربعه ربعه يعني ايه يعني الطول في العرض تمام كده حاصل ضرب الطول في في العرض لما جاء ربعه يبقى هضرب المية في مية عشان بعد كده انا هعوز الكلام ده في التحويلات بتاعتي وهنشوفها في المسائل اللي جاية يساوي كم بقى هذا الاربع اصفر يساوي عشر تلاف سنتي متر مرب تمام كده يبقى انا عايزة لما حب بعرف متر في متر يساوي كم انا عارف ان المتر بيساوي ميت سنتي المتر واحد متر يساوي ميت سنتي متر تمام كده لكن لما جرب بقى يبقى متر في متر يساوي مية في مية يساوي عند كم اهو هذا الواحد الاربع اصفر يساوي عشر تلاف سنتيمتر ايه مربع يبقى المتر مربع يساوي عشر تلاف سنتيمتر ايه مربع نروح للشرائح وتشوف بعد كده بيقول لي واحد كيلو متر مربع يساوي مليون متر مربع يبقى الكيلو متر مربع خلي بالك ان مليون الكيلو الكيلو بس الواحده طولي كان يساوي الف متر طولي يعني لو انا عندي كيلو متر طولي تسمع كده يقولك انا مشيت مثلا عشر كيلو الكيلو الواحد بيساوي كم متر الف متر طب لما يبقى عندي كيلو في كيلو كيلو متر مربع قطعة أرض أو مدينة أو قرية أو ما شابه مساحتها كيلو متر في كيلو متر يبقى بص كده يبقى أنا كده أهو نكتبها مع بعض كده ونشوفها بالورقة والألم لو أنا عندي قطعة أرض بس المرة دي كيلو كيلو متر واحد كيلو متر في واحد كيلو متر ده اسمه المربع الكيلو متر المربع الكيلو واحد كيلو متر يساوي ألف متر تمام كده يبقى المتر المربع يساوي كام هيساوي أيها سامعك ألف في ألف يساوي بقى كام مليون آه ستة صفار مليون متر مربع كده تمام يا شباب يبقى أنا عرفت الملخص بتاعي أن الكيلو متر يساوي ألف متر طب المتر المربع عبارة حصل ضرب طول في عرض أو طول في ارتفاع أو ضلعين في بعض تمام كده كيلو متر في كيلو متر الكيلو الواحد بألف يبقى ألف في ألف يساوي مليون متر مربع عشان ده هيجيلك بعد كده في المسائل الحسابية بتاعتك فلازم تكون عارف إزاي تحول من كيلو إلى متر ومن كيلو متر طولي إلى كيلو متر مربع ومن متر مربع أو من متر عادي إلى متر مربع لازم أكون عارف العملية التحولات دي لذلك أنا بأكد وبقول لحضرتك جاهز الولا ولا ولا مشتغل معنا وتابع وشوف إحنا هنتكلم في إيه نكمل مع بعض ونرجع تاني بيقول لي هنا إيه الفدان وده طبعا أساس الشغل اللي يكون موجود عندك كراجل مساح الفدان يساوي 24 قراط ودي معلومة درجة وكلنا طبعا أكيد بنسمعها وعارفنا مش هتبقى غريبة على ودن طيب بعد كده الفدان يساوي أربعة تلاف ومتين متر مربع خلي بالك لأن القراط عندك بيساوي مية خمسة وسبعين لو ضربت المية خمسة وسبعين متر في الاربعة وعشرين هيطلع أربعة تلاف ومتين متر مربع يبقى أنت تبقى عارف أن الفدان يساوي كام أربعة تلاف ومتين متر مربع ونشوف دي مع بعض كده بيقى الورقة والألم ونوضحها عشان أنا نحتاج أنك أنت تكون فاهم أكتر ما تكون حافظ لو أنا عندي قطعة أرض أنا عرفت أن الفدان أهو الفدان يساوي أربعة تلاف ومتين متر مربع طبع تمام كده خلي بالك أنك أنت لازم تكون عارف طبعا أن القراط وده هتجي في الخطوة اللي جاي بعد كده بيساوي مية خمسة وسبعين متر مربع طيب القراط أو الفدان الفدان آسف يساوي أربعة وعشرين قراط ده جنين اللي أربعة تلاف ومتين يبقى الفدان يساوي لو ضربت المية خمسة وسبعين متر فيه اللي أربعة وعشرين قراط حيساوي أربعة تلاف ومتين متر إيه مربع ماشي طب أنا بستخدم ديف إيه أو أنا ممكن تكون عندي المشكلة في إيه المشكلة يا شباب أنك أنت ممكن تعرض لقطعة أرض أثناء الشغل أو ممكن أنا جيبه لك فيه مسألة من المسائل وقالك أن قطعة أرض مثلا عرضها وليكن مثلا عشرين متر يبقى أنا عندي قطعة أرض على الوجهة بتاعتها مثلا عشرين متر حلو عايزة إيس فدان عايزة إيس إيه فدان عايزة أكمل فدان من قطعة الأرض دي يبقى أنا هنا محتاج أن أنا أعمل إيه هروح قاسم اللي أربعة تلاف ومتين على العشرين لو بصيت كده مع بعض يبقى كده كام عشان أقدر أطلع طول الضلع بتاعي وبالتالي المساحة دي هتكون عندي هي الإيه مساحة الفدان يبقى أنا الأساس عندي في الأمطار اللي هو أربعة تلاف ومتين متر بأسم لو كنا أنا مثلا لا أفرض أنه مديلك الطول قالك قطعة أرض طولها مثلا وليكن أربعين متر أو خمسين متر وعايز أقسم المنطقة دي ليه فددي بس أنت مديلك كل بيقولك أن كل قطعة هيكون طولها كام الطول بتاعها خمسين متر يبقى أنا أقسم اللي أربعة تلاف ومتين متر أو أقسمهم على الطول بتاعي أو الضلع اللي مدهوني يديني الضلع الآخر اللي مطلوب عشان أقدر أحدد قطعة الأرض طولها وعرضها كام ممكن يديك ضلع واحد إما الطول أو العرض بقسمه على الاربعة تلاف ومتين عشان أجيب بقية قطعة الأرض وأبقى عارف حدودها لأنك أنت المفروض أنك أنت هتكون راجل مساح فلازم تكون عارف فين طولها وفين عرضها لو اديتك ضلع واحد بتقسمه على مساحة الفدان بالأمطار بتديلك طول الضلع التاني طب هو أديك طول ضلع أو ضلعين مع بعض عايز يعرف المساحة دي كم متر هادرت طبعا الطول في العرض وقسمه على الاربعة تلاف ومتين هيحدد لي دي كم فدان وكم إراث زي ما هنشوف في المسائل اللي هتيجي بعد كده نرجع للشرح بتاعتنا ونوضي بيقول لي الفدان طبعا يساوي أربعة تلاف ومتين متر خلاص القراط يساوي أربعة وعشرين سهم وهيجي بعد كده السهم كم متر ويساوي برضو القراط مية خمسة وسبعين متر ايه مربع يبقى أنا عرفت أن القراط يساوي أربعة وعشرين سهم ويساوي مية خمسة وسبعين متر ايه مربع طيب السهم يساوي سبعة وتلاتة من عشرة متر مربع يبقى أنا عرفت عرفت كده أن الفدان أربعة وعشرين قراط تمام وأنا عرف المعلومة دي طب الجديد الفدان يساوي أربعة تلاف ومتين متر مربع وعرفت أن أنا ممكن يبقى عند ضلع واحد زي ما يجيلي في المسائل بعد كده الضلع الثاني أجيبه إزاي؟ هأسم عدد الأمطار بتاعة الفداني الواحد اللي هي 4200 على الضلع اللي هو مديني يديني الضلع الثاني طيب بعد كده عرفت أن القيرات يساوي 24 سهم والقيرات برضو يساوي 175 متر مربع طيب ونفس الفكرة برضو فيها القيرات لو أنا عندي ضلع واحد لو أدك ضلع واحد لقطعة أرض وعايز طول الضلع الثاني وهو بيقولك خلي بالك أن أنت عندك 20 متر ومحتاج أن أنا أجيب بقية القيرات أو هاخد كم من الأرض كده عشان أجيب بقية القيرات يبقى أسم المية 75 على العشرين أو الضلع اللي هو مديني هيديني بقية القيرات زي بالضبط نفس المنطلق أو منفس الفكرة بتاعة الفدان بعد كده السهم بيقول لي يساوي 7.3 متر مربع يعني 7 تقريبا وربع 7 متر وربع ده طول مين السهم بعد كده نشوف تمارين طبعا بيقول لي إيه بقى حول 7 متر مربع إلى سنتيمتر مربع يبقى هنا هو عايز يحاول إيه خلي بالك من أكبر إلى أصغر من متر إلى سنتيمتر بس دول إيه 7 متر مربع إلى سنتيمتر مربع خلي بالك وخليك فاكر إن أنا قلت لك في البداية إن المتر لو تفتكر المتر كان يساوي كام يساوي 100 سنتي طب المتر المربع ضربنا المية في مية طلعت بكام بعشر تلاف سنتي صح كده يبقى هنا لو أنا جيت عشان أحول من سبعة متر بس خلي بالك سبعة متر إيه مربع مربعين يبقى دي قطعة أرض طولها سبعة متر في سبعة متر عاوز يحولهم سبعة متر المربع ديه هم يحولهم إلي إيه سنتيمتر مربع طيب أعمل إيه أبقى عارف إن المتر الواحد بيساوي 100 طب المتر المربع المتر الواحد المربع مية في مية ها يساوي كام عشر تلاف يبقى لما جي حول بقول سبعة متر مربع تساوي سبعة في الميت ألف موسف العشر تلاف سنتي تساوي سبعين سنتيمتر إيه سبعين الف سنتيمتر مربع ماشي طيب نشوف السؤال اللي بعد وضح كده شباب ده يبقى انا حولت هنا من متر الى سنتيمتر ولكن متر ايه مربع الى ايه خلي بالك سنتيمتر مربع بيقول لي السؤال التاني ايه كم قيرات في ستة فدان يبقى عندي عايز يحسب الستة فدان دور فيهم كم قيرات احنا قلنا في بداية الحلقة ان الفدان يساوي كم قيرات يساوي 24 قيرات صح كده الفدان الواحد يساوي 24 قيرات طب هو في السؤال اللي هو جايب لي بيقول لي عنده ها ستة ستة فدان عايز يحولهم الى قرارية كم قيرات يساوي كم قيرات ماشي كده انا عرفت ان الفدان يساوي 24 طيب بكل بساطة كده انا سامح حد بيقول لي شاطر يا مصر اضرب الستة في كم في 24 اللي هو ايه بقى الستة و ايه اللي 24 ستة اللي هو الفددين عدد الفدان عدد الفددين اللي موجودة والقرات الواحد الفدان الواحد بيساوي 24 يبقى ستة فا 24 يساوي ها نشوفها كده مع بعض كم ونشوف كم قيرات عندي الفدان يساوي 24 قرات ستة فيه 24 يساوي 144 قرات يبقى الفدان الستة فددين عندي اجماليهم 144 ايه؟ ارات لان الارات الواحد الفدان الواحد فيه 24 ارات ضربته في الستة يساوي 144 ودي من المسائل اللي بتجينا في الامتحان خلي بالك عشان انا هجيبها لك يبقى انا كده ممكن اقول لك احسب احسب قطعة ارض عبارة عن 8 فدان او 20 فدان كم تساوي من القراريت يبقى او انضربها في كم انا عرفت ان الفدان الواحد يساوي 24 قرات اضرب الفدان الـ 24 في الـ 20 فدان او العدد الافدنة اللي هو مداني هتديني عدد القراريت ودي من المسائل الوردة جدا جدا وبتكون موجودة عندي في الامتحان زي بالضبط لما حولت من سنتيمتر مربع الى سنتيمتر او من متر متر مربع في السؤال السابق من متر مربع الى سنتيمتر مربع فلازم اكون عارف وملم بالتحولات بتاعت والقياسات الطولية اللي عندي عارف يعني المتر كم سنتيمتر يساوي طبعا مية الكيلومتر يساوي كم قلنا الف متر ده المتر الواحد المربع بتاعه بضربه يا شباب في نفسه يعني الكيلومتر الواحد لما اقول كيلومتر طولي خلاص انا عرفتوا انه بالف طب بالمتر المربع هضربه في ايه الف في الف طيب لما يكون عندي متر مربع متر طولي اسف بكم سنتيمتر بميت سنتيمتر طب المتر المربع بكام اضرب المية في مية يدينا على طول المتر المربع كذلك برضو فيه التحويل فيه عملية الفدان وخلي بالك دي من المسائل الكبيرة جدا اللي موجودة واللي هتيجي بكمية عندي بعد كده من فدان لقراط من قراط الفدان من فدان لسهن والعكس فلازم اكون ملم بالموضوع بتاعه وبفكرك ان احنا اشتغلنا في البداية عشان هننقل دلوقتي على مسائل الافدنة والقراريط وما شابه لازم اكون عار وملم بموضوع الخرائط التوبغرافي والخرائط الجودوسي والخرائط المستوي وعرفت ان في عندي خرائط مدن وخرائط ارياف وخرائط تفصيلية ولازم بعد كده ان انا قادر اكون ملم بعملية مكاسر اسم الخرائط وعرفت ان كل نوع من الخرائط دي له مكاسر اسم خاص به كل مكان المكاس اكبر كل مكان ادق على الخريطة بتاعتي صح كده وان ليه زي قلت الخريطة نين الجودوسية لو تفتكر تمام كده بعد كده قلت الخرائط اللي هي اكثر توضيحا اللي هي هتكون خرائط المدن يليها على طول اكثر دقة خرائط اللي هي الارياف وقلت ان هي خرائط التفصيلية او خرائط بنسميها خرائط اللي هي فك الزنام في الامتحان ممكن انا اجيب لك لان ده طبعا وارد جدا في اسئلة اكمل او اسكر او ما هو المقصود بالخريطة او وضح فيما تستخدم كل من واروح اجيب لك وراء بعض كده الخريطة التوبغرافية الخريطة الجودوسية خريطة خرائط المدن او اقول لك من قياس رسم الخريطة التوبغرافية او الخريطة الجودوسية من الى يبقى انت تكون عارف من كام الى كام زي ما قلنا في الحلقة بتاعتنا مش هيجاوب ولا هيعرف الا الطالب او المجتهد اللي كان شغال معنا ومتابع في القناة ودروس بتاعتنا نرجع ونشوف باية المسائل بتاعتنا اللي هتتكلم عن ايه بقى عن عملية التحويلات نشوف كده تمرين تاني بيقول لي كم سهم في خمسة فدان يبقى عندي خلي بالك خمسة فدان اهو عايز احولهم مش لقيرات بقى هحولهم لايه لاسهم لو تفتكر انا قلتلك ان السهم السهم يسوي كم متر ها كم كان سبعة وثلاثة من عشر طب القراط فيه كم سهم احنا قلنا ان فيه 24 زي بالضبط زي الفدان فيه 24 القراط والقراط فيه 24 ايه سهم ان انا هحول هنا القراط الفدان بتاعي الى اراط ثم اسهم يبقى كده خلي بالك وانت نازل من الخمسة فدان ده احولهم الى قراط ثم اسهم نشوف كده بيقول ليه بقى واحد فدان الفدان الواحد يساوي 24 قراط والقراط يساوي 24 سهل ماشي بعد كده طب الخمسة فدان دول يساوي أضربهم في كام ف24 عشان يديني بالقراط يبقى خمسة في 24 يساوي 120 قراط تاني كده يبقى الفدان الواحد يساوي 24 لازم أحول الفددين دي الخمسة فدان دول إلى قرارية الأول يبقى أحولهم من خمسة لقراط أضرب فيه 24 عشان دي من المسائل المهمة جدا واللي أنا قلتلك بنعتمد عليها وبتكون موجودة في الامتحان واللي ممكن تتعرض لها حتى كمان في الجانب العملي في حياتك العملية أثناء ما انت شغال يطلب منك تحول قطعة أرض أو تكون عارف الأرض دي خمسة فدان دول يساوي كام قراط لأنه ممكن يكون مثلا هاخد منهم جزء أو هيقططع منهم جزء فلازم أكون عارف هم كام قراط يبقى طلعوا 120 قراط إذن 120 قراط دول أو نضربهم في كام فيه 24 ليه 24 اللي هم يا شباب 24 سهم تمام كده يبقى المئة وعشرين قراط أضربهم فيه 24 سهم اللي هو القراط الواحد يساوي 24 سهم يساوي كام كده 2880 سهم يبقى أنا عرفت أن الخمسة فدان دهم تمام كده فيهم 2880 سهم يبقى أنا لو قست الأرض ولقيت النمة الخمسة فدان دول جيت أقالي أنا اشتريت قطعة أرض ولقيتها كام المفروض عندي هو بيقوله أنها خمسة فدان وجيت قستها وحولتها للأسهم تمام كده لقيتها أقالي من 2880 يبقى إذن الأرض دي فيها ايه نقص أو لقيتها أزيد 2890 يبقى فيها عشرة من الأسهم زيادة عن قطعة الأرض المفروض أو الحقيقية طيب بعد كده بيقوله ايه حول مساحة اتنين فدان وتمانية قراط وعشرة سهم إلى متر مربع تاني أنا قلت أن الحلقة حلقة مهمة وكلها تمارين وفيها تحولات كتيرة وفيها مقيس رسم فلازم أكون ملم بيها من أولها يبقى مش هيكون متابع معنا إلا اللي كان بادئ من بداية الحلقة بيقوله حول تاني التمرين بتاعي حول مساحة اتنين فدان أنا متدرج معاك في الصعوبة بدأت في البداية خالص من متر مربع إلى سنتمتر بعد كده من كيلو إلى متر بعد كده دخلت فيه فدان لإراد بعد كده من فدان إلى سهم شفت خلت معاك فيه الأكثر صعوبة فبيقولك ايه هنا بقى مسائل دي بيقوله حول مساحة عند قطعة أرض مساحتها اتنين فدان وتمانية إراد وعشر أسهم عايز يحولهم إلى ايه متر مربع عايز يعرف المساحة دي الفدانين وتمن قراريت وعشر سهم كم متر مربع يسوي كم متر مربع لما قسطول فعرض يطلعه كم متر مربع اعمل ايه فبيقول لي الحل الفدان المفروض أنه فيه كم ها أربع تلاف ومتين متر مربع صح كده طب القراط مية خمسة وسبعين متر مربع والسهم سبعة متر وتلاتة من عشر متر مربع يبقى أنا بفكرك هو تاني عشان تكون عارف في بداية الحل ولما هتحل لازم تكتب لي كده عشان أكون عارف وفاهم إنك إنت فاهم ما انتاش حافظ عارف إن الفدان يسوي أربع تلاف ومتين متر والإراد مية خمسة وسبعين والسهم سبعة وتلاتة من ايه من عشر متر مربع اكتبهم لي في بداية الحل بتاعك يسوي مين بقى يشوف هيبدأ بايه هيبدأ بالفدان يحولوا الأمطار أنا عندي فدانين اتنين في أربع تلاف ومتين يسوي تمانية تمانية و ايه وربع مية صح كده يبقى كده ده الايه ده الأمطار ماشي يبقى ٨٤٠ ايه متر مربع طيب بعد كده ٨٠٠ل فرابع مية اذ 양ف ٨٠٠ متر مربع لإن ده فدانين مو الفدان الواحد اربع تلاف و ايه ومتين يبقى الفدانين ٨٠٠ بعد كده حول التمان قراريط او التمانية قراط حولهم الى امطار فضربهم في كام في 175 يبقى التمانية في 175 يساوي كام كده 1400 متر يبقى ليه بقى لان الارات الواحد يساوي 175 متر مرب مولت 175 متر مربع معناها ان طول القطع في عرضها لما ضربهم في بعض يطلع الناتج كام 175 متر مربع طب انا لو عندي قطعة ارض زي ما قلتلك ماشي طولها انا ما اعرفوش خلاص كده وعندي العرض انا اعرفه خلاص يبقى العرض اقسم 175 على العرض يديني الطول القطعة اللي المفروض عندي عشان في الاخر يديني الناتج كام 175 متر مربع ماشي يبقى هو هنا خلي بالك حول الفدان اتنين فدان حولهم الى امطار بعد كده التمانية ايرات حولهم الى امطار ضربهم في كام ضربهم في 175 يساوي كام 1400 يفضل عندي مين العشرة سهل ما انت عارف وانا قلتلك في بداية الحلقة ان وهو في المثال بتاعي موجود عندي في الحل قلتلك ان السهم يساوي كام سبعة وثلاتة من عشرة متر مربع فانت لازم تكون عارف الكلام ده يبقى لما اجي ايس كده اواجي احسب احسب ايه عشرة سهل هحولهم لمين لامطار يبقى بضرب العشرة متر في سبعة وثلاتة من عشرة من مية يبقى من عشرة يساوي كام تلاتة وسبعين متر يبقى انا عارف ان العشرة سهل او نتكلم بقى كله على بعض اجمالية الاتنين فدان تمام كده والتمانية قراء والعشرة سهل يساوي لو الفدان يساوي كام تمنتلاف وربعمية الفدانين طب والتمانية قراء يساوي كام الف وربعمية طيب العشرة سهل يساوي كام تلاتة وسبعين يبقى انا لو جيتى شباب كده نوضحها مع بعض واجيت اقول لك القطعة الارض بقى الاتنين فدان والتمانية قراط والعشرة سهل. لو جيت اقول اجمالهم على بعض. يساوي كم لو انا جيت اجمعهم على بعض. الوراء والقلم كده. فانت لازم المفروض ان انت هتعمل ايه? تعمل عملية جامع لهم. فبتقول كده مساحة بالفدان. الفدان مساحة بالفدان تساوي كم عندي? تمن تلاف اهو وربعمية. صح كده? طب كانت اللي هم تمانية قراط يساوي كم? ده كان تمانية وربعمية. ده الف وربعمية. صح كده? الف وربعمية متر. تمانية قراط الف وربعمية متر. طيب الاسهم اللي هم كانوا كم? كانوا عشرة سهم. اهو تساوي طلع عنده كم? تلاتة وسبعين. يبقى انا لما اقول لك المساحة دي قطعة الارض اللي هي اتنين فدان وتمانية قراط. وعشرة اسهم. تساوي كم متر? قم جمع دول على بعض. يبقى كده تلاتة سبعة تمانية تسعة. يبقى دول بيساوي كم؟ تسعة تلاف تمنمية تلاتة وسبعين متر ايه خلي بالك؟ لازم تركز وتحط لي مين? اتنين دي علاها اتنين معناها متر مربع. متر مربع يعني طول الارض دي طلها طلها. لو ده الطول في العرض لابد ان يساوي كم? اقيسه يطلع عند تسعة تلاف تمنمية تلاتة وسبعين متر مربع. تمام كده? ده مساحة الاتنين فدان لو قطعة الارض دي فدانين وثمان وعشر اسم تساوي تسعة تلاف تمنمية تلاتة وسبعين متر مربع. تمام كده يا شباب? يبقى انا كده شفت عملية التحويل وعرفت ديا اعمل فيها ايه? اهو طبعا الناتج بتاعي كنا سيبينه للاخر شوف تمانية ربعمية زايد الف ربعمية زايد تلاتة وسبعين متر يساوي تسعة تلاف تمنمية تلاتة وسبعين متر ايه? مربع. خلي بالك عشان المسائل دي بتيجي كتير في الامتحان. انا ممكن اجي في مسألة من المسائل وغيرلك او اعكس. او ممكن الاقي مسألة بدل اتنين فدان ممكن اقولك انا عندي مساحة مساحية توليك ومسألة خمسة فدان وسبعة قراء وماقولكش على الاسهم. حولهم لي الى متر ايه مربع. او ممكن اجيب لك مساحة بالمتر المربع. وعايزك تحولها لي الى ايه? الى افدنة او قرارية. يبقى انا هعمل ايه? هنا كنت هقسم. تمام? كده مش هضرب بقى. لو انا عندي المساحة بالمتر يبقى هقسمها على الفدان اللي هو مصر اربعة عشرين قراءات لما باجي حولها للقراءات. او على اللو باجي حولها لي قراءات هقسمها على مية خمسة وسبعين. لما اجي حولها ليه فدان هقسمها على اربعة تلاف ومتين. لما اجي حولها ليه اسهم طبعا هقسمها على كام? على سبعة وتلاتة من عشرة. ده لو انا عندي مساحة بالايه? بالمتر المربع. نركز تاني ونقول. لان دي طبعا فيها اعادة. وفي الاعادة زي ما بنقول ايه? افادة. صح كده? انا هنا من فدان واراد واسهم كنت بحولهم لمتر مربع يعني من كبير لصغير فكنت بضرب بضرب بقى كل واحد في القيمة بتاعته بالامطار صح كده? طب لو العملية معكوسة عندي. لو هو مديلك المساحة بالامطار وعايز تحولها لفدان او لقراط او لأسهم يبقى بالامطار وهتحولها لفدان هتقسم على اربعة تلاف وكام ومتين عشان تطلع بالفدان. طب لو هي امطار وعايز تحولها لقراط هقسم على كام? على مية خمسة وسبعين. طب لو هي بالمتر المربع وعايز احولها الى ايه? الى اسهم هقسم عارف وملم بعملية التحويل وكون عارف لما قد احول بحول ايه? وا؈سم ازاي? شوف بقى السؤال التاني بيقول لي ايه? كم سهم? خلي بالك في مية ستة واربعين متر. كم سهم في مية ستة واربعين متر? من هنا الصغير ومن هناك كبير? خلي بالك ان ده ايه? كبير. يعني ده المية ستة واربعين ده او المتر اكبر من السهم. يعني بيقول لي ايه السهم. السهم يساوي سبعة متر وثلاثة من عشر يبقى انا هحول هو عايز يقولك المية ستة واربعين متر ده هم هو قس قطعة ارض طلع لما جي قسها بالشريط كده طلعت مية ستة واربعين متر مربع طلعها في عرضها طلع بمية ستة واربعين عايز يحولهم ويعرف هم كم سام هيعمل ايه ها سامعك يبقى نقسم خلي بالك لان انا هنا بحول من ايه من الاصغر للأجر من متر لسهم من الاجبر عندي السهم لان السهم الواحد بيساوي سبعة متر مربع سبعة متر صح كده لكن المتر اصغر فبيقول مية ستة واربعين متر عايز يحولهم لأيه لأسهم عشان يعرف القطعة الارض دي فيها كام سهم فبيقول اهو السهم يساوي سبعة وثلاثة من عشر متر مربع السهم الواحد بسبعة وثلاثة من عشر ودي كررناها كتير جدا وقلناه اذا المية ستة واربعين متر مربع يساوي مية ستة واربعين اقسمهم على كام على سبعة وتلاتة من عشرة يساوي عشرين سهم يبقى منأكد تاني ان انا هنا لما بحول من امطار الى اسهم بعمل ايه بعمل عملية قسمة بقسم على كام بقسم على قيمة الاسهم اللي موجودة المت الاسهم موجود فيه بكمة موجودة عندي كمة يبقى بعمل عملية القسم طيب بعد كده ان شاء الله باذن الله وده حيكون ملخص كده عرض سريع وتمهيد ان شاء الله للدرس القادم بتاعنا اللي نتكلم فيه في الحلقة القادمة باذن الله هنتكلم ان شاء الله عن الاجهزة والادوات المساحية المستخدمة في عملية القياس والتوجيه ولازم اكون عارف عندي ان انا فيه انواع للقياس الطولية القياسات الطولية فيه قياسات مباشرة وقياسات غير مباشرة وان شاء الله باذن الله هنقف عن هذا الحد او هذا القدر من التمرين بتاعتنا والشرح بتاعنا في مادة المساحة وفيه عرض ملخص وسريع جدا جدا بنقول ان انت عندك نوعين من المساحة مساحة توبغرافية ومساحة مستوية وتكلمنا عن المساحة المستوية قلنا لها مجموعة من الخرائط بتمثلها وتكلمنا عن مقياس الرسم لكل خريطة وانواع الخرائط بعد كده اتكلمت من الغرض من عمل الخرائط وقلت بتستخدم فيه والخرائط المستوية وتكلمت بشكل موضح جدا عن الخرائط التفصيلية او خرائط فك الزمام وعرفت ان هي كل ما كان مقياس رسمها اصغر كل ما كانت اوضح واويصر وعرفت الفرق ما بين الطقب الغرفية والمستوية بعد كده اتكلمت عن عملية التحويل وعرفت وخدنا تمرين عن عملية التحويل من فدان الى ايرات ومن ايرات الى سهل ومن متر الى كيلو والعكس وان شاء الله بإذن الله بهذا القدر بنكتفي ونكون وصلنا الى نهاية حلقتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في امان الله والسلام عليكم